مجددا تعود بغداد لمواجهة الضغوط الدولية لإيقاف عقوبة الإعدام التي تنفذها بين الحين والآخر فما أن أعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 سجينا مدانا بالإرهاب حتى سارعت بعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية لإدانة العملية ومطالبة بغداد بإيقاف الحكم الذي يتعارض مع حقوق الإنسان حسب دعوتهم أحكام الإعدام التي لم يفصح عن تفاصيل المحاكمة التي سبقتها يرجعها ناشطون في مجال حقوق الإنسان لإذعان الحكومة والسياسيين للعراف والتقاليد دون السعي لدراسة جوانبها الإنسانية وتأثيرتها على المجتمع في الوقت الذي يرفض رؤساء الجمهورية ليس برحم صالح بل سلفه معصوم والراحل طلباني تنفيذ عقوبة الإعدام نرى أن صناع القرار يصرون على تنفيذ هذه العقوبة أنا أعتقد أنه بسبب خلفيتهم القبلية والعشائرية وفي الجانب الآخر يبرر مراقبون إبقاء العقوبة بالحاجة الملحة لها في بلدين عانى من الفكر المتطرف وهجمات الإرهاب التي لا زالت تلقي بظلالها على واقع العراق الأمني وضرورة إبقاء العقوبات الرادعة لمكافحتها مطالبين الحكومة بعدم الانصياع للمناشدات الدولية البعيدة عن واقع البلد وما يتعرض له لا زال الإرهاب يضرب بأطنابه بالعراق ولا زالت دم العراقي يسير ولحد هذه اللحظة وليس من حق أي جهة التدخل بقضايا وقف الأعدامات في العراق الأعدامات قد ميزت من القضاء العراقي ولا زالت الكثير من السجناء المحكومين بالعدام لم تنفذ وزارة العدل بحقهم وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت عمليات الإعدام التي نفذت مؤخرا في العراق وصفة إياها بالانتقامية داعية للحكومة إلى وضع حد لإعدام الأشخاص فيما أعلنت بعثة الاتحاد الأوربي معارضتها تطبيق العراق عقوبة الإعدام تحت أي ضرف أسعد الزلزلي الحرة